مجددا ترتفع شعارات المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في انتظار تفعيل قانون الانتداب الاستثنائية لمن طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات الدولة هذه معروفة من أول من 2010 عمرها مكانة مصالحها هي أهداف المواطنين والمتطلبات المواطنين هي مطلبة شخصية ومعاودتنا بالمواطنة ونحن هنا ووقفتنا هذه اللولة اليوم السبب الأساسي والرئيسي هو انزال الأوامر الترتبية في الرايد الرسمي اللي قالوا لنا رئيسي سيتمت المساطق عليها وهم يكذبوا نحن روجين للهنائرنا مناشم روحين إلا مطابة الأوامر الترتبية في الرايد الرسمي هذه اللولة وعطينا التاريخ لانزال المنصة الإلكترونية وبداية تشغيل الدفع الأولى من العطلين عن العمل الحكومة متهمة بالعرز والمماطلة والإقصاء لشريحة معينة من الخريجين والخريجات وذلك بعد إغلاق باب الانتدابات لأكثر من عشر سنوات ماضية وتفويد فرص التشغيل عليهم من المشمولين بالقانون 38 ممن طالت بطالتهم عشر سنوات فما فوق ننتظر تفعيله من غير إقصاء وأضع سطرين خطين أحمرين من غير إقصاء لمن تجاوزت عمره سن 45 حتى لمن تمتع بالتغطية الاجتماعية يعني شنو معناها واحد يخرج يتخرج بطال يقعد بطال عشرة وعشرين سنة يستنى معناها شنو معناها يعني يزبوا يموت بالشر يطالب المحتجون بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون التشغيل الاستثنائية وإنشاء المنصة الإلكترونية من أجل شفافية الانتداب أبرز المطالب ترتكز على ضرورة عدم الإقصاء وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو السن أو الضمان الاجتماعي كما كانت تروج لذلك تسريبة حكومية لا لإقصاء النساء المتزوجات خاصة وأنهم أزبجهم في الوظيفة العمومية خاطر هي زي دقرات وتعبد ومن حقها تخدم ومن حقها أنها معناها تكون في الوظيفة العمومية لا لإقصاء النساء المتزوجات ولا لإقصاء النساء العازيبات كلهم مقروه وكلهم من حقهم أنهم يخدم تخوفات من تسيس مسائل الانتداب والتشغيل في ظل ارتباك العمل الحكومي ما قد يدفع بالمحتجين للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم على حد تعبيرهم في ظل المماطلات والتسويفة تتواصل الاحتجاجات في تونس مطالبة بالتشغيل والتنمية بلا توقف اليوم نسري نسويد تونس